ترأس سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمنا كليات عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية اجتماع المجلس والذي عقد في قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة نعم في بداية الاجتماع طلع المجلس على عرض حول أعداد أو أعداد الطلب المقبولين في التخصصات المختلفة في الكلية وهي الشريعة الإسلامية والقضاء الشرعي والسيرف الإسلامية وتابع سير العمل في استكمال المبنى الجديد للكلية الذي تنفذه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتغطية العمراني حيث روعي في تصميمه أحدث المعايير العالمية المعتمدة في تصميم المنشأة التعليمية والمواصفات الصديقة للبيئة التي يتم فيها ترشيد الطاقة بعدها ناقش المجلس مقترح رؤية الكلية ورسالتها حيث تمت الموافقة على الصيغة المعتمدة لهما واستعرض الخطة الدراسية التي تم إقرارها من اللجنة الأكاديمية المنبثقة عن مجلس أملاء الكلية والمتضمن برنامجا تدريبيا للطلبة سيتم تطبيقه اعتبار من العام الأكاديمي المقبل ويركز على الجانب الميداني في مجالات التخصصات المطروحة في الكلية كما تم بحث ألية التقييم ومعايير وشروط اختبار التخصصات للطلبة أن هذه الكلية هي من الانجازات العديدة في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في الواقع أن اليوم الاجتماع كان استكمالا للعديد من المواضيع التي تم مناقشته في الاجتماعات السابقة بإضافة للمواضعات الجديدة أهم ما جاء في هذا الاجتماع موضوع التدريب الميداني اللي طلبت الكلية تتميز هذه الكلية بأنها تجمع بين الجانب الأكاديمي والجانب التدريب الميداني وهذه ميزة تنفرد بها هذه الكلية من حيث المحتوى والسعات التدريبية سيتوجه الطلبة بإذن الله في العام الدراسي إلى العديد من البرامج التدريبية في مجال تخصصهم سواء كانوا في مجال القضاء الشرعي وما يرتبط به من أمور وكذلك في المجال الصيرف الإسلامية وفي مجال الدعوة والإرشاد وإضافة إلى أن الخطة الدراسية لهذه الكلية تجمع مشتركات بين التخصصات وفي نفس الوقت هناك مواد تعزز التخصص ومواد اختيارية تتناسب مع ما يشهده العالم من تطور على الصعيد الأكاديمي ترجمة نانسي قنقر